السلام عليكم خاوتي و أخواتي و مرحبا بكم جديد في قناتكم أخبار بلادي جواسيس أمريكا استسلموا لأنهم مقدروش للجزائر و قلوا بلا حتى الشيطان ومعلى بروش وش را صاري في الجزائر عادنا الكثير من الماضي عنها من الغاية يبدو أن مدينة العين محتلة تم استرجاعها من طرف الصحراويين حيث قاموا بطرد الشرطة المروكية و عادنا كثير من الأخبار الأخرى لكن أهم شيء رح تناقشوا فيه في هذا الفيديو خاوتي هو المشاريع الجزائرية لسنة 2025 مشاريع خاوتي تفوق ملايير الدولارات و راح نبدأ من الأقل قيمة إلى الأكبر و راح يفجعكم خاوتي ما هو أكبر مشروع جزائري مع دول أجنبية راح تديروا الجزائر سنة 2025 يعني راني موجد لكم هذا الموضوع خاوتي عبيتنا جبد المشاريع لأنه أنا دايما نحب نهضر على اقتصاد البلد و كل التطورات اللي راح تحصل في الجزائر و مو أخرا يعني لدينا بزاف بالبوليتيك و كل ما يحدث في الدول المجاورة لنا نتوشى صاري في المروك المهم هذه هي أبرز العناوين و مواضعتها اليوم و قبل ما نبدأ و خاوتي نتمنى منكم الله يحفظكم تشتركونا في القناة كثير منكم راح يتفرجوا الفيديوهات التاعنا و مش مشترك للأسف شديد من نتمنى خاوتي الله يحفظكم تشتركونا في القناة تفعلوا الجرس و ثانيك راني حاب نشكركم جزير الشكر على دعمكم المتواصل لنا صراحة والله ماكم مفرطين خاوتي الله يحفظكم بل ما نطول عليكم يلا للتفاصيل خلنا نبدأ بالخبر الأول اللي يفاجأ الكثير كما نباكم خاوتي أمريكا و نتحط الدير الجواسيس التاحة أحيانا الجواسيس يجو على شكل السفراء وأحيانا يجو على أشكال أخرى كان هؤلاء جاسوس كان يعمل في الجزائر وسيء مرارا وتكرارا يعني يحصل على معلومات لكنه تفاجأ و شوفوش قالهم حتى الشيطان لا يدري ما يجري في الجزائر أيضا من الأمور اللي تخلي الجزائر يعني حصن مناعه هي صعوبة الدخول إليها يعني الجزائر تخير مليح شكل يقدر يدخل للبلد فمثلا الجزائر تحتل المركز العاشر كأصعب دولة يمكنك الدخول إليها أصعب دولة هي كوريا الشمالية جمهرها تركمانستان إريتريا بيلاروسيا سوريا إيران ليبيا اليمن فنزويلا ثم الجزائر أنا واحد سمع معي يا خاتيش قبل السفير الأمريكي إنها لي كان يحاوس يجمع المعلومات على الجزائر قلهم حتى الشيطان لا يدري ما يحدث في الجزائر صرح السفير الأمريكي السابق قبل مغادرته الجزائر أنه يشعر بالإحباط والتضمر لكونه فشل في مهامه الدبلوماسية نتيجة لعدم توصله إلى نتائج ملموسة على الأرض وعدم معرفته للوقائع السياسية التي تجري أمامه نظرا للضبابية الكثيفة ولغياب رؤية واضحة حول ما يدور في الجزائر يعني إموجيني وقال لك قعد في الجزائر لسنوات طويلة وكان كل شيء يحدث قدامه إلى أنه ما كان فهم وقال لكم تجيب الشيطان لهنا ما يقدرش يفهمش أصاري وهذا المخلوق سابق للجزائر سفرت 132 سنتاة استعمار يعني على بالها الدول الاستعماليك في الجديرة وعلى بالها بالمعلومات حساسة وعمرها ما تنهضر قدام سافير أمريكا من كل الناس هتوم أخوتي يشراكم في هذا الموضوع قلنا نراكم في التعليقات في الخبر الآخر كانت هناك أعمال فوضى كبيرة لسكان الصحراء الغربية في مدينة العيون المحتلة هذه المدينة أخوتي جاي في صحراء الغربية حكم السيارات تحت الشرطة المروكية وبدأوا يكسروا أيضا طردوا هذه الشرطة من هذه المنطقة وهذا أخوتي هم سكان صحراء الغربية إذا كنت المروكي ورهم من الثمينة على وجوههم يبدو أن هذه الحركة هي حركة يعني ثورية كما كنتم وقلت من هذه السيارة تمانازوها من قوة الاحتلال وذكر ميكاسترو فيها للناس اللي تسمع في الفيديو فقط وماش تتفرج هناك مجموعة كبيرة جدا من سكان الصحراء الغربية في منطقة العيون المحتلة كانوا هجموا على السيارة تخاصها بقوة الاحتلال المروكية وطردوا منها هذه القوات الاحتلال المروكية وبدوا يكسر في السيارة كلهم أيضا الناس اللي تكسر ولا رايدو راهم كامل مولا الثمينة بشيخفو الهوية تحم تمر شاكو خاوتي في ذلك الموضوع الآن قبل ما نروح لأهم المشاريع وبخصوص المروك خاوتي شوفوا الفيديوهات هذو ليجان الآن خلاص ما أوله شي عبد الماليك محمد السادس أنا ليجان تعالمروك ولو ما عندهمش خوف خلاص لأنه وحياتهم رام بيتبانهم بالانتهت رام كل حلم تحم الآن وما يغادروا هذا البلد شوفوا شو رام بيقولوا ليجان تعالمروك أنا أخي جدت مرات كيش دوني في الماء ومرا جدوني في حدود ديال سبتة أوه لا تراك تهرس ولكن هراء غنمشي وغنمشي قول محمد السادس أنا كنوجيلي التحية دير مع الشابب ديالك شيحولوا لديهم أخويا ديهم شاريكة ديهم فني يخدموا خلي المالي لكي راسي يخدموا شدوا لهم الدولة وكتأرهل المونديال نسايا عندك سبس يأكلوا ولادك قاعوا ولاد الناس يجيوا وياكلوا حي بها دليتو قلوا تمنيتك تحاوس تستقبل المونديال ومعندك شمان باش توكل ولادك اكسر عندك كيف راح توكل الناس اللي رامجين يشاهدون المونديال باتش أنا يا حسبي الله ونعملوا كل فد البلاد وإحنا يا إن شاء الله إحنا ما كان طالبوا له إحنا يا كان طالبوا بأنها بحلونا الحدود ولمشي ويكسب سديان مغر محتلينها قلت لي يا ديخ خلاص ما نحاوسوا من عندك ويل أطلقنا الروح وبرك رأي ليكم ما قلت لكم خلاص راح الخوف من الشباب المرارك واحد الوقت كان يذكر اسم المغرب بقضاء بطريقة عيانة يخاف يدوه للحبس مسؤول أخويا هو الدولة لا ما مقاوم نغطى واخوي ما بغربان ما نغطى وشمش بالغربان المسؤول أخويا هو ما يدو كلنا سرقه رونا أخويا وحق الرب العظيم يشحشوهم رعينا والله يشعينا قسما مضلة وكما بانش لي هاي باب ريس أخويا ما نجيش نوقف المهم خاوتي يعني الاخلاص وصلوا لواحد المستوى تعليق أسهولوا ما يخافوش من الملك هنآخرون أم المروك يلا راحوا للجزائر والمشاريع اللي كما قلت لكم راني موجدها لكم خاوتي الجزائر الآن راه يدير مشاريع ضخمة مع دول أجنبية مش نحكي لكم على المشاريع الجزائرية وحدا نحكي لكم على الجزائر مع الدول الأجنبية وخليني يقولكم خاوتي بالشركات والمشاريع هذه تفوق ملايال الدولارات في الأول نبدأ من الأصغر روحه الأكبر عدنا شركة الجزائر ولشاركة سونطراك مع شركة شيفرون الأمريكية بقيمة 1.5 مليار دولار هذا المشروع راح تدير وسونطراك مع الشيفرون من أجل تطوير المصانع الجزائرية باش تزيد من كمية إنتاج الغاز في الجزائر قيمة المشروع هذا 1.5 مليار دولار أيضا عدنا مبادرة الجزائر وألمانيا للهيدروجين الأخضر بقيمة 2 مليار دولار أولا ألمانيا ولوقت طويل كانت تحب تدير كثير من المشاريع مع الجزائر من بينها حتى مشروع ديزرتيك قيمة مشروع ديزرتيك خلوتي هو 450 مليار دولار كن راح يكون أضخم مشروع طاقة شمسية في العالم ربما حتى أضخم مشروع للطاقة في العالم لكن تبين لاحقا أنه فيه الكثير من العيوب ولو كان يدير كن راح يضر الجزائر ومنشي كن راح يفيدها وأيضا المستفيد الأكبر كنت راح تكون لألمان مشي الجزائر لهذا الجزائر يعني قامت بإلغاء هذا المشروع أما بخصوص المشروع الجديد فرح يكون يعني بخصوص الهيدروجين وليس الطاقة الشمسية ألمانيا مختصة في هذا المجال وعلى بالها باللي في الجزائر هناك كمية كبيرة جدا من الهيدروجين الأخضر ومنه ألمانيا وأيضا هناك مشروع مثل هذا مع إيطاليا ستقوم بالعمل مع الجزائر من أجل إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر اللي بالوقت هو اللي راح يرون بلاسي المحروقات أيضا حقق قيمة هذا المشروع هو 2 مليار دولار ونكون متقدموا متقدموا مشاريع زيدوا للقيمة تحام عندنا مشاريع مصنع الصلب بين الجزائر وتركيا وكل هذا المشاريع خاطئي راح يديجي منذك كان يبدو منذك وكان راح يبدو في 2025 قال لك تقوم شركة توصى للقابضة التركية بتوسيع استثمارها في صناعة الصلب بالجزائر مما يجعلها من أكبر الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع سيساهم المشروع في تطوير قطاع الصناعة الثقيلة وتقليل اعتماد على والدات الصلب يعني الجزائر ضق من زيج تستورد الصلب صحي وخلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي في الصناعة عدنا الآن من بين أضخم المشاريع أيضا هي حقول الغاز حق قيمة المشروع الجزائري التركي 3 مليار دولار خامسا مشروع حقول الغاز بين صونتراك وإكسون موبيل هذه شركة إكسون موبيل هي أيضا شركة أمريكية أخرى المشروع هذا هو تحسين البناء التحتية يعني للأنابيب اللي راح تكون تعالق الغاز الجزائرية قيمة هذا المشروع مع أمريكا راح تكون 4 مليار دولار حد الآن راح نقريب نحقو 20 مليار دولار أيضا عدنا خط ترقية أنبيب الغاز بين الجزائر وإيطاليا بقيمة 6 ملاير دولار لأن الجزائر الآن راح يمعون كما أقول لكم تكثر من كمية الغاز اللي راح تصدرها الأوروبا وتضربها في الزوج يعني راح تدوب لها ولفعل هذا تحتاج الجزائر إلى المزيد من الأنابيب لهذا الجزائر راح تستقبل الغاز من النيجر باش تبحت الأوروبا عبر الأنابيب تاحها وباش تغرم النيجر نيجيريا أيضا قيمة هذا المشروع 6 مليار دولار عدنا تطوير النفط والغاز بين سونطراك وشركة إيني الإيطالية ب7 مليار دولار وبناء ميناء شرشال بين الجزائر والصين مش الشرط راح يكون فيه شرشال ولكن الكثير يرى أنه المشروع حيكون ثم قيمة هذا المشروع خاطئ هو 7.5 مليار دولار دلو في بيكم بليه هذا 7.5 مليار دولار كلها الصين عرضت تخلصها 100% مقابل نسبة مالية من الأرباح والضرائب لتفرضها الجزائر على السفن لكن الجزائر ما تلعبت لهاش هذا المرة وقالها لا للصين سمحيلي قدرك عالي ولكن هذا البلاد التاعي ما كرح تسلي فيها ولو الدراهم نحطهم 50-50 وانتيا تربحي غير وش حطيتي عمرك ما حتيلي قط وكما قلت لكم في البداية قيمة هذا المشروع هو 7.5 مليار دولار الآن خاوتر نبدأ ندخل في المشاريع الضخمة عدنا توسيع قطاع الطاقة بين سونطراك وشركة بي بي البريطانية قيمة هذا المشروع ستكون 10 مليار دولار كما راكم تشوفوا خاوت الجزائر راهم ديرا كالقرنيط راهم ديرا مشاريع للطاقة مع عدة دول أوروبية إيطاليا ألمانيا فرنسا إسبانيا والآن بريطانيا وحتى ما كنتم توقع بلا قيمة هذا المشروع ستكون 10 مليار دولار الآن خاوتر يصلنا لأكبر مشروع اقتصادي سنة 2025 لن تصدقوا مع من كان ولن تصدقوا أصلا المجال المشروع خاوتر راح يكون في الطاقة النووية راح يكون بين الجزائر والروسيا وقيمة هذا المشروع هي 12 مليار دولار في السابق كنت حكيتكم على كثير من الجزائرين يقول لك بل احنا عدنا مفاعل النور والسلام خاوتر مفاعل النور والسلام لا ينتجوا الطاقة يعني هما مجرد مفاعلين للأبحاث الطبية والتجارب هذا ما كان هذو كان المفاعلين ما يتجوش الطاقة أما المشروع هذا خاوتر راح يكون من أكبر المشاريع لديرتها الجزائر 12 مليار دولار أما بخصوص أهمية هذا المشروع فهذا الاتفاقية الضخمة هي من أجل تطوير محطات للطاقة النووية وقعتها الجزائر والروسي يعني راح يجب موقع ورهم ينتظر فقط باش يتم البدء فيها هكذا باش تولي الجزائر تقدر تصدر لأنه خلاص لاكتفاء ذاتي الجزائر يمحقاته من الطاقة راح تولي تصدر كل هذا الفائض وتجني ملاهير الدولارات من الأرباح أيضا خاوتر أعطيتكم فقط 10 من أضخم المشاريع اللي راح يمعون للجزائر ديرهم واني محكيت لكمش على كامل المشاريع الأخرى لأنه راح نريماركي فقط إذا أعجبكم هذا الفيديو راح نعطي لكم ربما مشاريع أكبر من هذه بكثير يعني أحيانا إيه نشارك معكم الأخبار كما راح شفت في بداية هذا الفيديو ولكن أحيانا أيضا نحب نشارك معكم الأخبار الاقتصادية الكثير من الجزائرية اللي يهتموا بهذا الأمر واني محكيتوا هنا كنت حكيتكم على المشاريع الجزائرية مع الدول الأجنبية إذا أعجبكم هذا الفيديو ولكينا بلي شتركتونا بزيف القناة راح نعطي لكم المشاريع اللي راح يمعونة ديرها الجزائر وحدها يعني بدون شاركة مع دول أجنبية واني ايضا نبدأ لكم من الأقل حتى للأكبر إما لا ما تنسوش خاوتي إذا أعجبكم هذا الفيديو أكدونا تشتركونا في القناة وتفعلوا الجرس بش ميفودكم حال التجديد في الأيام القادمة إن شاء الله أيضا خاوتي كنا واحد الأمر مهم جدا كنت حابة نقول لكم قبل ما نكمل هذا الفيديو الكثير من الأخبار وأمنوا لريحوا نجيبوها فقط من التعليقات التاعكم أحيانا نكون ندور هكذا في التعليقات نشوف الآراء التاع المشاهدين التاعي نلقي واحد يقول لي أسمع حكيتم على ألخذ ذيك الخبر الفلاني تاح ذيك العافسة لصرات البلاصة الفلانية نقولوا أو من جبتتها ثم نروحنا نحوس ونلقيها الصح كان من هالخبر يكون عنده وقت قليل من يخرج من الله أحفظكم خاوتي راكم تساعدونا بزيف بالتعليقات التاعكم وبالاشتراك بتاعكم إذا حبيتونا نحكو على أي أخبار رافي بالكم قلونا في التعليقات أنا حاب نكري يعني ندير صفحة على فيسبوك هكذا باش ندولون تواصلوا فيها معاكم إذا عجبتكم الفكرة قلونا خاوتي المهم ورانا وصلنا لنهاية الفيديو ما تنسوش تشتركونا في القناة خاوتي نشكركم جزيلا شكرا على المشاهدة وسنلتقي إن شاء الله بإذن الله مع المزيد من الأخبار والمواضع